السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آخر التفاصيل وأهم التفاصيل بخصوص المنحة التركية طبعا تم تقييم جميع طلبات المنحة التركية بالمرحلة الأولى وتم إرسال لجميع الطلاب من كل أنحاء العالم إن كان تم قبوله تم إرسال له رسالة بتخبره أنه تم قبولك بالمرحلة الأولى ورح توصل لكم رسالة تانية في تفاصيل المقابلة يعني التقييم بالمنحة التركية هو خطوتين الخطوة الأولى تقييم الأولى هو بيكون من خلال المقابلة الخطوة التانية بيكون من بعد المقابلة يعني الطلاب اللي رح توصلوا دعوة للمقابلة وصلتوا الرسالة خبرتهم أنه تم تقييم طلبكم الأولى إيجابيا تمام؟ هذول الطلاب رح توصلوا ممكن اليوم ممكن بكرة ممكن بعد أيام رسالة تانية توضيحية في تفاصيل المقابلة والمكان ولا تنسوا كمان تدخلوا على حسابكم تبع المنحة حتى تحطوا أنوي حضور المقابلة هذا النوع الأول من الطلاب الكل وصلوا رسالة على الإيميل والطلاب اللي تم رفضا تماما في المنحة أيضا وصلوا رسائل على الابليكيشن التشجيل بدخلوا على قسم طلباتي كاتبيلون أنه تم رفضكم بالمنحة رسالة الرفض بالمنحة ممكن تتأخر لتوصل على الحساب ولكن حسب كلام مسؤول المنحة التركية ذكر أنه تم تقييم جميع الطلبات من 172 دولة متقدمة عدد الطلبات المتقدمة بهذا العام هي 155700 طلب طبعا العدد اللي رح يتم قبوله بالمنحة غير مسكور هذه الرسالة الأولى والصورة كاتبينا باللغة الإنجليزية وهي باللغة التركية وهي باللغة العربية كاتبين فيها لقد تم الإعلان عن نتائج الجولة التقييم الأولى للمرشحين تم إرسال النتائج بالبريد الإلكتروني لجميع المرشحين وسوف يتم تبليغ المرشحين الذين اجتوزوا التقييم الأول بنجاح عن طريق نظام المنحة التركية وعن طريق البريد الإلكتروني في وقت آخر لهيك جميع الطلاب تتفقد الإيميل وتتابع أوليكيشن التسجيل حتى تشوف جميع التفاصيل بالنسبة للمنحة التركية بتمنى لكم كل الخير وكل التوفير